مرحلة اتخاذ القرار لازم كل واحد فينا يبزل من الجهد ومن الاسترشاد ومن طلب النصيحة ومن استحضار اثار القرار اللي هياخده لان اثار القرار اللي بيتاخد ده ما بيأثرش في اللحظة اللي بيعيشوها لكن ده يأثر على حياتهم وعلى أسرتهم وعلى أولادهم لو في أولاد فلازم القرار يتاخد بعناية شديدة جدا جدا ونبرس القرار ده لازم القرار ده يبقى عنوانه ان در المفاسد مقدم على جلب المصار يعني ايه مفسادة افساد الاسرة مقدم على مصلحة ان انا ارتاح لان ممكن على فكرة بعد شوية اجد ان كانت راحتي في ان انا مهدش الاسر ولذلك انا بخبرتي في مركز الاشهال الزواجي اغلب الذين اخدوا قرار الانفصال مع شخص كان قصد يتغير وكان شخص قصد ان هو يتوب وقصد ان هو يتغير حياته ما بقيتش سعيدة حياته ما بقيتش سعيدة ليه في اوقات كتيرة الشخص اتدمر وهم نفسهم حسوا ان هم اتدمروا وفي ناس كتيرة شافوا الشخص اللي هو انسان كويس خلاص بس هو كان اتدمر وكان حس ان هو فقد الثقة وحس ان حياته فسدت ولذلك ده بعيد الكلام تتاني انا بتكلم عن واقع الخبر اللي انا شفتها يبقى تاني مرحلة هي مرحلة اتخاذ القرار مرحلة التالتة بقى هي مرحلة اصلاح العلاقة انا انسيت اقولكم ان في اتخاذ القرار كل مكان كل مكان الاعتذار وكل مكانة المسألة فيها وضوح وشفافية بدون تجاوز تجاوز الاسرار اللي ممكن ما تتقلش اللي هو بيتعلق بكل الاشياء اللي هتتحفروا في الوجدان ومش هتتساب كل ما ده ده بيساعد جدا جدا في مسألة التعافي المرحلة التالتة بقى بداية اصلاح العلاقة بقى وهنا بداية اصلاح العلاقة انا عندي مسلس كده اسمه مسلس التعافي من الخيانة مسلس التعافي بالخيانة بيبتدي بايه بالاعتذار والاعتراف بالخطأ ثم الدلع التاني خطة التغيير لازم يبقى فيه تغيير لو ما فيش تغيير ما فيش تعافي الحالة التالتة تقدير المشاعر وتقدير المشاعر دي بيمشي في كل حال الاعتذار والاعتراف بالخطأ الخيانة بتخلي الشخص يحس ان هو مخدور بي ومهان فالاعتذار بيعمله كده جزء من رد الكرامة فممكن ان الزجة لو ان هي ما تمش الاعتذار لها وتم الاعتراف بالخطأ هيتحس طول عمراء ان هي مطعون في قنستها لكن الاعتذار ممكن شوية رجعت به ده فلو فيه زوج خان زوجته ففي الفترة فترة الصدمة بتوجه له اللوم له ولنفسها وبتفقد وساعة ثقاتها بنفسها بتقع وتفقدها وتفقد كمان احساسها بالأمان وأوقات كتيرة بتفقد أنا آسف بتفقد ثقاتها بالله سبحانه وتعالى الاعتذار بقى بيرجع شوية من السقة المفقودة ولازم يقول لها الغلطة لازم يقول لها الغلطة غلطتي ما يحاولش يقول لها ان الغلطة غلطتك انتي أبدا لأنه لو قال كده يبقى هو بيبرر الخيانة وبكده ما يبقاش في اعتذار لكن يبقى يتحول ده إلى لوم ولذلك ما ينفعش ده فالاعتذار لازم يكون فيه الثلطة الصفات دي لازم الاعتذار يكون واضح والاعتذار يكون مرضي والاعتذار يكون مبشر ولابد يكون الطرف اللي خان على استعداد للإجابة على الأسئلة لأن المخدور بيه يعني هنا المخدور بيها بيكون عندها أسئلة ملهبة حارقة ده ممكن تصحيه وش الفجر تسأله انت كنت بتعمل ايه في الوقت الفلاني ده انت ازاي انا وكنت نايمة انت كنت بتعمل ايه انت كنت بتعمل معها ايه تقعد تسأله أسئلة بس أنا بنصح ان هو يجاوب على كل الأسئلة لكن الدخول في التفاصيل اللي بتتحفر بلاش وعشان كده بقول للزوجة اسألي عن الأسباب لكن اذا سألت عن تفاصيل اللي التفاصيل دي مش هتتعافى لان مش هيعجبك ومش هتحس براحة هتتوجعه وتتأذي انا عارف ان انت لازم تسأله عن التفاصيل سأله عن التفاصيل ما تخلوش بقى في التفاصيل العميقة قوي 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 اللي تخليك ما تقدريه تترسم لك صورة فيلم كده ما تقدريش تخرج منه طول حياتك لانه ممكن يبقى هو عمل ده ليلا شيء على فكرة ساعات الخيانة بتحصل ليلا شيء واحد اللي حصل آآ أدمن حاجة أو كان مضمن حاجة وهو زاير فجات له حد في لعب على السرك الألم بتاعه فاخده ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا طول الوقت طول الوقت ان احنا ببساطة خالص ان الواحد اذا رأى شيئا ان يعود الى زوجته فيرضى بزوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كره منها وخلق الرضي منها الاخر فبلاش الأسئلة اللي بتتحفر في الزهن ويتحسس الإنسان ان هو مش هيخرج من ده كل ده اللي احنا قلناه ده في الجزء الخاص بايه الخاص بالاعتذار والاعتراف بالخطأ في جزء بقى يتعلق بخطة التغيير وخطة التغيير دي بتكون في ما يتعلق بالغادر في ذاته وعلاقته بالمجدور بيها وخطة كمال لتغيير نظرته للحياة يعني مثلا هو عايز علاقته بذاته هو علاقته بذاته ان هو شايف ان هو رجل شهواني فهو بيحب الشهو وعشان كده بيحب يتفرج وهو بيحب يلعب لازم علاقته بذاته دي تتغير هو شايف ان هو عاش ان هو مرحروم ولازم يكافئ نفسه فاللي بيعمله ده مكافئ النفسه وما بيخدهاش من زوجته لازم يتوقف عن ده وده يحصل ازاي؟ بحاجة اسمها تسكية النفس